الجرجير من أهم وأعظم الخضروات الورقية والفوايد اللي بيحتوي عليها بتخلي أهميته للجسم أهمية فائقة فعلا الجرجير غني بمادة اللوتين والمادة دي بتحمي من تصلب الشرايين وبيحتوي على فيتامين A والبيتا كاروتين ومادة الزيا كاسانثين والثلاث حاجات دول مع مادة اللوتين بيعززوا صحة العيون وبيقللوا من احتمالات الإصابة بمرض الدمور البقعي الجرجير كمان بيتم امتصاصه ببطء في الأمعاء وده بيساعد على توازن مستوى السكر في الدم الجرجير غني جدا بالحديد والحديد من أهم ركائس جهاز المناعة ومحفز للنشاط الزهني ومسؤول عن نقل الأكسوجين في خلايا الجسم وإتمام عمليات النمو بشكل سليم الجرجير غني بالفوليك أسد والفوليك أسد له أهمية قصوى في نمو الجهاز العصبي للجنين وإنتاج خلايا الدم الحمرة والحماية من العيوب التكوينية عند الجنين يعني الجرجير مهم جدا للحوامل كمان الجرجير مليان كالسيوم يعني بيحافظ على قوة العزام والأسنان وبينظم عمل الأعصاب والعضلات وضروري لعملية التجلط الطبيعي للدم وضروري لتنظيم إنزيمات الجسم وتنظيم ضغط الدم الجرجير غني جدا بالفوسفور يعني قوة العزام وإنتاج الطاقة وحيوية النشاط الجنسي الجرجير بيحتوي على اليود واليود هو المكون الأساسي لهرمونات الغدى الدرقية وهرمونات الغدى الدرقية هي اللي بتنظم معدلات الميتابوليزم والنمو والاستفادة من البروتينات الجرجير كمان فيه فيتامين سي وفيتامين سي من أقوى محفزات جهاز المناعة وبيصنع مادة الكولاجين المسؤولة عن شكل وتماسك الجلد وبيعيد نمو الأنسجة وإنتاج أنزيمات النواقل العصبية وبيخفض الكوليستيرول كل دي من فوايد فيتامين سي الجرجير فيه فيتامين إي وفيتامين إي ده مضاد للأكسادة يعني مفيد للقلب والشرايين والبشرة وبيساعد في شفاء الجروح وبيمنع أو بيأخر ظهور علامات التقدم في العمر غير أنه بيحافظ على صحة الأعصاب وصحة خلايا الدم الحمرة وحماية أغشية الخلايا الجرجير كمان بيقي من سرطان الجلد وسرطان الثدي والرئة والقولون وبعض أنواع سرطان الدم ربنا يعافي وإيش في الجميع الجرجير بيعالج الإجزيمة وبيعالج التهابات الجلد المختلفة وبيحافظ على صحة الشعر وبيعالج التهابات الجهاز التنفسي ومنشط للكبد وبيعالج النقرس ده غير أنه بيمنع تكوين حصوات الكلا وبيخفض الكولوستيرول السيء ومفيد جدا للجهاز الهضمي ومن المؤكد أنه بيزيد تصنيع وعدد الحيوانات المنوية عند الرجال بس لازم تناول الجرجير بحذر مع المرضى اللي بياخدوا أدوية للسيولة والجرجير للأسف بيكون ممنوع لمرضى قرحة المعدة أو الفم أو الأمعاء اشتركوا في القناة